شيخ القضية الآن مثلا استخدامها واشتهارها عند الناس الآن أليست يعني مكان أو قد تكون مضنة المشاكل عند الناس ونأخذ مثلا أنت أول كمثال في الرؤى أو في القيافة تحصل هذه يعني مثلا الآن أنت مثلا شيخ يعني هديك ما شاء الله هل العلم الله يوفقنا وإياك ثبتنا وإياك بقضية الرؤى مثلا وإشكالية الموجودة فيها أو قضية القيافة قد تكون فيها مشاكل حتى مشاكل على حياة الناس ومشاكل أمنية ما تعرضتوا لشيء من هذا لا أشوف هذه الأمور أول شيء القيافة أو بعض القضايا ما يعطونهم في الوجه مثلا رجل سارق ما يقول لها أنت سارق يروح له المري وهذا حصل في مزاحمي راح جرى الله هذا سرق شيء من كانوا جالسين الكبار السن وكانوا يبيعون الهيل والقهوة بعض الشيبان الله يغفر لهم وكان عندهم المطارة المو يشربوا منها ما في فدي فجاء واحد وخذ قالوا يا جرى الله تكفى رد على المطارة قالوا على أخي راح تتبع أثر هذا الرجل ولا الأرض كلا أتراب في وجه الأدو فطرق الباب على هذا السارق طلع درن جار الله جاية قال رد المطارة ما كان ولا شفنا ولا درن فكان هذه القيافة وكان المرها وغيرهم عندهم سر موجود في الصدر ما يسبب مشاكل مع الناس قضايا مع الناس أحيانا بعض القضايا قد تعلق بأسره وشيء لكن ما حصش ولا الحمد فيأتون بهذا الرجل أو هذا ينصحونه ووجهونه ويأخذونه لا يعود لهذا وينتهثق به فهم كانوا يسترون على هذا الشيء والستير النبس سلم من أسماء الستير عليه السلام والله حيون ستير فكانوا يسترون على الناس حيث أن هذا الموضوع لم يتضر منه الآخر لكن حذف بعض الأشياء الخفيفة مثل هذا بأخذ مطارة وغيرها سلاك الله خير